ملف العنف ضد الأطفال وما سجلته العوائل العراقية والمدارس حول هذه الظاهرة كان قيد البحث من قبل المختصين والمهتمين بالطفولة ندوة في النجف طالبت بقوانين تحد منها إضافة لمتابعة هوايات وتوجهات الأطفال وسبل رعايتهم واحتوائهم نحو تنشئة سليمة هذه الندوة الخاصة بظاهرة العنف ضد الأطفال لبحث هذه الظاهرة ومدارسة الشأن بخصوص هذه الظاهرة التي سجلت ارتفاعا ملحوظا لدى العوائل والمدارس والأهالي أولياء الأمور مو عز غيره وشبيره رأسني عنف الطفل لازم عندهم صبر الصبر وين التربية تريد صبر أسباب العنف ضد الأطفال مجتمعيا أو تربويا أو ما يخلفه متابعتهم للإنترنت وسط دعوات وجهتها الندوة للحكومة ومؤسساتها بأهمية الانتباه واتخاذ خطوات الحدي من ظاهرة العنف ضد الأطفال اليوم العنف نراه عبر عدة أسباب ونتائج منها ما يصدر من المجتمع عنف المجتمع وعنف المدارس وعنف الناتج عن الإدمان على الإنترنت والإدمان على الموبايل من قبل الأطفال حقوقيون حضروا الندوة وأشاروا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهمية حماية الأطفال وأن يعالج القانون العراقي العنف ضدهم بمواد تضمن دوام دراستهم وتمتعهم بمراحل طفولتهم القانون العراقي عالج هذه الأمور وأيضا القانون الدولي أيضا عالج هذه الأمور بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 الذي ظهر وكان بمثابة قانون دولي خاص في حقوق الإنسان أشار في نقطة في مادة من مواد هذا الإعلان إلى حماية الأطفال وطريقة عيش الأطفال وأيضا إشراكهم في الأعمال أيضا أشار إلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحاضرون ناقشوا القوانين والتشريعات العراقية التي تنص على حماية الطفل من العنف وسبل تطبيقها بشكل واضح فتفشي ظاهرة العنف أدت لوفاة عدد منهم مؤخرا بتعنيف أسري وقصبة يتعرضون لها بشكل متكرر